بداية مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلقي أمس التصال من الملك عبدالله الثاني من الحسين ملك الأردن خلال التصال تمت منقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقلامية والدولية وأكد سيادة الرئيس على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة بين مصر والأردن كمان بارح سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع الاجتماع ده تابع في موقف السلع الاستراتيجية الغذائية وتوفرها وأسعارها في الأسواق كمان الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين ووجه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية كمان وجه سيادته باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزيني لهذه السلع اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية ولواء أركان حربي إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استراد موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك وقد قام السيد وزير التموين بعرض موقف المغزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمحة والأرزة والسكر والزيت واللحمة والدواجن مؤكدا على عدم يوجود أي مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المغزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط خمسة شهور مؤكدا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المفزول من الدولة على مدار السبع السنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصة القمحة أضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا الإطار استعراض المغزون الاستراتيجي المتوفري للدولة من مختلف السلع الأساسية حيث أوضح وزير التموين أن المغزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى أربعة شهور أخذا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر أبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى أربعة مليون طن وتم تحديد سعر توريد الأردب بثمانمائة وعشرة جنيهات بزيادة مقدروها مئة جنيه عن العام الماضي وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والساعة التغزينية وتعاقدات التوريد الجديدة وبالنسبة للسكر فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي أربعة ونصف شهر علما بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي يصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90% أما عن الزيت فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة خمسة ونصف شهر مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المغزون وبالنسبة للأرز فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه وتمتلك وزارة التموين احتياطيا استراتيجيا يصل لمدة ستة ونصف شهر كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة سلاسة شهور كما تم استعراض المتوفر من اللحم الطازقة والدواجن حيث تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما إلى حوالي ثمانية ونصف شهر وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرجة منها على بطاقة التموين والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن كما وجه سيادته في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزيني لها أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر الرمضان المبارك حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي أهلاً رمضان في أرض المعارض في المدة من الرابع والعشرين من مارس وحتى الثاني من أبريل ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاحه 160 شادراً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ومشاركة 2500 فر من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية بالإضافة إلى طرح منتجات أهلاً رمضان في 500 فر من مشروع جمعيتي والتابع لوزارة التموين وكذا الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواج وقد وجه السيد الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين والتنصيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررات والمعلنة مبارح كمان سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية ونسبة ذكرى الإسراء والمعراج وكتب سيدة الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال تلك الذكرى العطرة التي تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا فكانت منهجا للحياة وجهادا للنفس وأسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر كمان السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدمت بالتهنئة بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج وكتبت على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في اسبوك كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رفعة لمقامه الشريفة تلك الذكرى العطرة التي تتجل فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين وتوجهت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس بالدعاء إلى الله في هذه المناسبة الكريمة بأن يحفظ الأمة العربية والإسلامية وأن يعم السلام على كافة بقاع الأرض كل سنة طبعا وحضراتكم طيبين مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وأيضا كل سنة حضراتكم طيبين نحن نهار ده 27 رجب يعني تقريبا شهر بيفصلنا عن شهر رمضان الكريم يارب يكون شهر خير كده علينا جميعا خلية انتقل مع حضراتكم لخبر آخر وأكاديمية ناصر العسكرية العليا استضافة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع الوزرات والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة واتكلم وزير التعليم العالي في المحاضرة عن جهود الدولة المتوصلة لارتقاء بمنظومة البحث العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل مبارح اجتماع الاجتماع ده تابع فيه جهود توفير السلع الأساسية محليا والتبويل اللازم لها وده في ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثرها على حركة السلع العالمية وقال لرئيس الوزراء أن فيه تكلفات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة في السلع الغذائية الرئيسية بالإضافة لمتابعة أسعارها السوقية خاصة السلع المدرجة على بطاقات التموين مازلنا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واجتماعه أمس اللي تابع فيه عدد من الملفات والمشروعات اللي شغال عليها وزارة الانتاج الحربي وقال دكتور مدبولي أن الدولة بتتجه بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام في مصر وزيادة المكون المحلي لأن الصناعة هي قطرة التمية في الفترة حالية عشان كده لازم يكون في حرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا إلى الصناعة المحلية لسه مستمرين في متابعة أخبار مجلس الوزراء لأن انبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تطوير قطاع الطيران المدني وقال أن الحكومة حريصة على متابعة أداء قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع وده للتأكد من استمرارية سير خطط التطوير بالإضافة لتحقيق الأهداف المطلوبة لأن قطاع الطيران بيعتبر رافض مهم جدا للاقتصاد الوطني المركز الألامي لمجلس الوزراء حذر من ناس تتصل على العمالة غير المنتظمة وبيقول لهم أنهم تبع وزارة القوى العاملة وأنهم عايزين أرقام الكروت لإتمانية عشان تحديث البيانات وزارة القوى العاملة قالت أن الناس دي مش تبعهم أبدا وما فيش حد من الوزارة تواصل هاتفيا مع العمالة غير المنتظمة بدعوة تحديث بيانتهم أو أرقام الكروت لإتمانية الخاصة بيهم وأن الناس دي اللي بتتصل هدفها أنها تستغيل البيانات الشخصية للمواطنين وطبعا بتهيب المواطنين أن محدش يستجيب ليهم نهائي يمكن أي حد فينا الحقيقة لما بيجي يكلم أي بنك أو بيتصل بأي بنك دايما بداية المكالمة كده وبتكون رسالة مسجلة لو أي حد اتصل بيكم عشان يسألكوا عن أي معلومات شخصية لها علاقة بحساب حضراتكم ما تدوش الناس دي أي معلومة لأنه البنك مش بيتصل بحد عشان يسأل على أي معلومة نهائي إن كان كلامنا عن هذه الشائعة أو بشكل عام أي حد يكلم حضراتكم عشان يسألكم عن معلومات شخصية تخص حسابتكم البنكية ممنوع وتحذير هام بلاش ندي أي معلومة لأي حد بيتكلم عن تليفون لأن دي بتبقى أشخاص عايزة تسرق معلومات حضراتكم الشخصية عشان تقدر تتعامل مع بنوك حضراتكم في البنوك لا وحتى لو يعني لقدر الله دوهم الرقم يعني الأرقام الخاصة بالكارت بدون ما ياخدوا الرقم السري هما يدروا لهم يتعاملوا أولوان ويسحبوا كل الكريدت اللي موجود فيه أو رصيد المتاح في البنك فعشان كده هذه المعلومات السرية زي ما قالت جمانة يعني رجاء عدم تداولها لأي شخص مهما كان غير في البنك نفسه بمجرد دخولك أنت وتأكد أن ده موظف الخدمة أو خدمة العملة اللي حضرتك طلبها لا لو حد تتكلم كمان وحضراتكم شكين يعني وعايزين تتأكدوا ممكن تقفله وتكلموا البنك بنفسكم وتقولهم جات لنا مكالمة حصل فيها واحد اتنين تلاتة هتتأكدوا أن محدش من البنك بيتكلم فأرجوكم بس ناخد بالنا طيب معنا خبر تاني من الأخبار المهمة بيقول أن مركز معلومات مجلس الوزراء نشر انفو جراف بيتضمن رصد لأحدث تقارير مركز باكير مكينزي عن مصر في فبراير ألفين اتنين واشين التقارير ده قال أن مصر هي تاني أكتر الأسواق المستهدفة لصفقات الدمج والاستحواز في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ألفين واحد واشين وقال أن إجمال الصفقات التي تعملت فيه ألفين واحد واشين وصلت لحوالي متين تلاتة وتلاتين صفقة بزيادة بتقدر بتسعة واربعين في المية عن عام ألفين واشرين مبارح كمان وزارة الداخلية نشر الفيديو بيوضح جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع خاصة انقطاع الأمن العام والقضايا لتم دبطها جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 416 عنصرا إجراميا ومصر عشرة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 19 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 255 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، وبرسعيد، والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 812 قطع السلاح ناري أبرزها 112 بندقية 92 بندقية آلية 52 مسدسن و556 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة إضافة لـ 1180 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نرية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 491.092 حكماً خضائياً بإجمالي 35.013 محكوماً عليها من بينهم 1837 حكم جنايا و173.936 حكم حبس و247.071 حكم غرامة و68.248 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 76 متهماً قاموا بارتكاب 59 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 65 حادث متنوع ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 93 متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1320 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1454 متهماً وبحوزتهم ما يزيد عن 518 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 1224.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 29 كيلو جرام إضافة إلى ما يزيد على 16.5 كيلو جرام من مخدر استروكس وعدد 130228 قرص مؤثر و60928 قرص ترامدول مخدر و45100 قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 57 مليون جنيها كما تم ضبط أربعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 122 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وبكده نكون وصلنا لنهاية الأخبار اللي حصلت مبارح